تحية طيبة عزينا المتداولين استمر انتعاش الأسهم العالمية الأسبوع الماضي على خلفية تقدم المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين حيث قال الرئيس ترامب أن شيئا هائلا يمكن الإعلان عنه في كل البلدين خلال الأسابيع الأربعة المجبلة أولا ارتفع مؤشر اسبي 500 بنسبة 2.1% ومؤشر ICE للدولار الأمريكي بنسبة 0.1% ثانيا انضمن كاي وهانج سانج إلى أربع مؤشرات رئيسية أخرى في أسواق الأسهم المتقدمة الأسبوع الماضي حيث سجل مؤشر هانج سانج أكبر انتعاش فقد ارتفع بنسبة 3% ثالثا عكس اليورو والدولار الكندي من بين 6 عملات رئيسية ديناميكيات الأسبوع الماضي مقابل الدولار الأمريكي في حين ضاقت نطاق التقلبات بشكل كبير كما كان لأن الياباني الرائد من حيث النسبة المئوية للتغير فقد الخفض بنسبة 0.7% مقابل الدولار الأمريكي هذا الأسبوع بدأ جي بي مورجان وويلز فارجون بإطلاق موسم أرباح الشركات في الربع الأول ومن المتوقع أن يترك البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغير يوم الأربعاء مع بقاء آثار أسعار السندات السلبية مع التركيز في المؤتمر الصحفي للبنك المركزي يوم الأربعاء كما ستجتمع رئيسة الوزراء البريطانية ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي لطلب تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد إلى 30 من يونيو تمنياتنا لكم بالكثير من الأرباح وإلى اللقاء شكرا